اشتركوا في القناة ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال الحديث مستمرا عن الحسين وعن ثورته وعن أثر تلك الثورة في الجنبة الفكرية وفي الجنبة الاجتماعية اليوم نواجه هذا السؤال هل كان الحسين عنصريا العنصرية الرايسسين هل كان الحسين يؤمن بها أم كان يؤمن بضدها ما هي العنصرية العنصرية هي التمييز بين عرق وآخر فيكون الإنسان شعوبيا يميز بين الشعوب العنصرية هي التمييز بين دين وآخر العنصرية هي التمييز بين مذهب وآخر فأعامل الناس طبقا لتوجههم العقد أو الدين أو انتمائهم العرقي يذكر التاريخ أن كل أمة تستخدم العنصرية هي أمة فاشلة تفشل وأي دولة تتبنى المبدأ العنصري تكون دولة فاشلة أي إنسى تماما أن تنهض لن تكون هناك نهضة لماذا؟ لأن العنصرية تصادر الحق الإنسان للإنسان في أن يكون حرا العنصرية تقتل روح الأمل في قلب الإنسان فلا يتفاعل مع وطنه إن كان يعامل في ذلك الوطن بعنصرية لا يتفاعل مع دولته مع القانون إن كان القانون يجرم عقيدته يجرم توجه نحن في الشرق نعاني من العنصرية جدا العنصرية مترسبة بين طبقات مجتمعنا ترسب قوي جدا فلدينا التمييز ولدينا ما أستطيع أن أقول عنه أن التمييز وصل إلى مرحلة القتل على الهوية في سنة من سني عمرنا اليوم نسأل هل كان الحسين عليه السلام يؤمن بتلك العنصرية الجواب لا لماذا لأنه سليل المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الذي قبل الحبشي بلال والذي قبل الرومي صهيب والذي وقف أمام أبو لهب وهو من بني هاشم لأنه خالف القيم وخالف المبدأ حينما نمر على ثورة الحسين أيها الشباب الكريم سنكتشف ما لم نلتفت إليه سابقا هل تعلم أن ثورة الحسين كانت تجمع جميع العناصر الإنسانية هل التفتتم إلى ذلك يوما هل تعلم أن في ثورة الحسين كان هناك وهب المسيحي الانتماء والتوجه هل تعلم هل تعلم أن في ثورة الحسين كان يوجد زهير بن القين السني التوجه هل تعلم أن في ثورة الحسين كان يوجد شوذب الأعجمي القومية هل تعلم أن في ثورة الحسين كان يوجد رجل اسمه واضح التركي من الأتراك هل تعلم أن في ثورة الحسين عليه السلام كان يوجد علي الأكبر الشاب الناضج هل تعلم أن في ثورة الحسين يوجد القاسم بن الحسن الشاب البالغ هل تعلم أن في ثورة الحسين يوجد عمر بن جنادة الأنصاري الصبي الذي لم يبلغ الحلم دقق معي وأنا أقرأ لك الطبقات الاجتماعية الموجودة في تلك الثورة هل تعلم أن في ثورة الحسين عليه السلام كانت توجد أم وهب المرأة الناضجة وهل تعلم أن في ثورة الحسين كانت توجد سكينة آمنة بنت الحسين الملقبة بسكينة الفتاة البالغة الشابة وهل تعلم أن في ثورة الحسين عليه السلام كان يوجد القائد الأمني الحر بن يزيد الرياح هل تعلم أن في ثورة الحسين كان يوجد أنس بن كاهل الكاهلي الصحابي ذو الثلاث وستين سنة الذي برز إلى الميدان شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة وتخيل تخيل عمر ذلك الإنسان كم يبلغ ثم هل تعلم أن في ثورة الحسين جون الحبش الأسود مولى الصحابي أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه هل تعلم أن في ثورة الحسين عبد الله الرضيع ذو الستة أشهر هذه الطبقات الاجتماعية التي قرأتها الآن ماذا تبين لك ما هو توجه تلك الثورة كيف استطاعت تلك الثورة أن تجمع هذه التوجهات والانتماءات والعرقيات من دون أي تمايز بينها وما الذي جعل المسيح يقبل أن يقتل في سبيل الحسين المسلم ما الذي جعل زهير بن القين يقبل أن يقتل في سبيل إمام الشيعة الحسين على حد تعبير البعض ما الذي جعل أنس بن كاهل الصحابي يأتي من المدينة ليقاتل مع الحسين وهو كبير في السن ما الذي جعل أم وهب المرأة تقتل يوم عاشورة شيء واحد جعلهم هو المبدأ الذي كان يحمله الحسين وهو مبدأ اللاعنصرية مبدأ تربية المجتمع تربية إنسانية أن ينظر الإنسان إلى الإنسان من دون تمايز لا ينظر إلى توجه مسماه لا علاقة له بمسماه يؤمن الإنسان أن الإنسان الآخر حر في توجه الناس أحرار وليسوا عبيد لا يحق لأحد في دستور الحسين لا يحق لأحد أن يستعبد أحد فيأخذه إلى مسماه إلى توجهه لا يحق لأحد أن يفرض على أحد وصايا مطلقا كان يؤمن الحسين بأن المجتمع حر ولذلك آمنوا به واستشهدوا في سبيل تلك المبادئ في سبيل تلك القيم هنا السؤال لماذا نحن نفشل يوميا كل ساعة تمر علينا كأمة شرقية نفشل فيها ما السبب؟ السبب هو التمايز السبب هي العنصرية التي يؤمن بها الكثير لا أتحدث عن العراق فقط في مصر العنصرية بين المسلم والمسيحي في دول أخرى كلبنان التي عانت الطائفية كانت العنصرية بين السن والشيعي في العراق كانت العنصرية بين السن والشيعي وتغلب عليها الشعب بفضل الله واليوم تظهر إلى الساحة عنصرية من نوع جديد وهي عنصرية المسميات بدأ الناس يكره بعضهم بعضا لأن هذا من المسمى الكذائي وهذا من المسمى الكذائي واذهب إلى الخليج لتجد العنصرية واضحة بل أن هناك مذاهب تجرم يعني جريمة أن تنتمي إلى هذا المذهب أو أن تمارس طقوسك وعقائدك مما حدا بالكثير أن يحتج على هذا الموضوع وهكذا اذهب إلى المغرب وتونس والجزائر نفس الشيء العنصرية موجودة مرة تتخذ شكلا عرقيا فيقال هذا عربي وهذا غير عربي مرة تتخذ شكلا دينيا فيقال هذا مسلم وهذا غير مسلم مرة تأخذ شكلا مذهبيا فيقال هذا كذائي وهذا كذائي بينما لو جئنا إلى حقيقة الأمر أليس من حق العربي أن يفتخر بعرقيته أن يفتخر أنه عربي ما المانع وين المشكلة أليس من حق الكردي أن يفتخر بعرقيته بقوميته ليش ما يفتخر بيه أليس من حق المسلم أن يفتخر بدينه أليس من حق المسيحي أن يفتخر بدينه أليس من حق السني أن يفتخر بمذهبه أليس من حق الشيعي أن يفتخر بمذهبه من حق الإنسان هذا مذهب توجه لكننا لا نحترم الإنسان لو كنا نحترم الإنسان لاحترمنا توجه اليوم كثير من شبابنا يشعرون بالحسرة ممنوع عليهم أن يفتخروا بمذاهبهم بمجرد أن يقول أنا كذا اتهم بأنه يفصل عن الإسلام بأنه ترك الإسلام هو لم يترك الإسلام هو متمسك بالإسلام لكنه يعتز بمذهبه لماذا لا نسمح له أن يعتز بمذهبه أين المشكلة؟ أين المانع؟ لماذا الهند فيها ألف ملة لكنهم مجتمع متوحد ولماذا نحن في الشرق ملة واحدة لكننا مجتمع متفرق لأن هناك الإنسان محترم القانون يسمح للإنسان ألا يكون عنصريا وكذلك أمم أخرى مفقط الهند القانون لا يسمح بالعنصرية يجرم العنصرية بينما هنا في الشرق القانون هو الذي يسمح بالعنصرية القانون هو الذي يجرم الإنسان أن ينتمي إلى مذهب نعم بغض النظر عن الإسم أراعي سياسة القناة وإلا لو شئت لأصرح كيف أن في بعض الدول يجرم الإنسان إن اختار مذهبا أو عقيدة الذي أريد أن أقوله يولي كي أستثمر الوقت استثمارا إيجابيا العنصرية ستدمر أوطاننا العنصرية ستدمر شبابنا العنصرية ستدمر دولنا علينا أن نترك العنصرية أن نقبل الآخر شيء واحد وبسيط جدا ليس صعبا اقبل الإنسان إن قبلت الإنسان قبلت كل شيء معه صدقني المشكلة في عدم قبول الإنسان مدى نتقبل أن تتخيل وصلت ثقافتنا مرحلة أصبحنا لا نسمي الإنسان باسمه نسميه باسم منطقته هذا من المنطقة الفلانية لحظ لحظ العنصرية أرجو أن تتابعوا شبابنا هذا الموضوع لا ينسب الإنسان إلى إنسانيته لا يقال فلان لا لا يقال الفلاني نسبة إلى منطقته الفلاني نسبة إلى دينه الفلاني نسبة إلى مذهبه الفلاني نسبة إلى توجهه الفقهي أو العقدي ماذا تسمي ذلك وهل يوجد دليل أوضح من ذلك على وجود العنصرية بينما حين ترجع إلى ثورة سيد الشهداء عليه السلام تجدوا أن سيد الشهداء احترم الإنسان لإنسانيته فقط لا لشيء آخر سمح للإنسان أن يعبر عن مبادئه وقيمه ولذلك أعتقد جزماً ولن يزول اعتقادي أن الحسين إمام الإنسانية وأن ثورته أو أن ثورته ثورة إنسانية نحن اليوم بصدق أقول نحتاج الحسين نحتاج عاشوراء نحتاج قيمها نحتاج مبادئها في حلقة أخرى سنعرج على موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة